والحقيقة يمكن يا فندم الكلمة دي يعني الحقيقة كلنا ركزنا فيها واكتشفنا يمكن الإجابة عن هذه الكلمة إن دائماً سيناء على مر التاريخ من عهد الفراعنة إلى المستقبل الحديث كان مفيش خطط تنموية متكملة موضوع السيناء والكلام ده ليه؟ لأن ببساطة شديدة كان بينظر إلى سيناء دائماً كهي المنطقة التي تعتبر سياج منيع لحماية مصر من أي غزو من ناحية الشرق ده على مدار التاريخ وبالتالي دائماً في العقيدة المصرية المتورثة من ألاف السنين إنها دي تبقى ساحة محتملة لإيقاف أي غزو وبالتالي هي مطروكة كمنطقة فضية وبكر من غير ما يكون هناك رؤية حقيقية لتنميتها أو إنها تعتبر كجزء لا يتجزأ من مصر أنا يعني بتكلم على فترة معينة كان ده التفكير ولكن طبعاً يعني دي كان التحدي هو ده اللي مع مرور الوقت وعلى مدار التاريخ كان بيؤكد ليه إن ما كانش فيه رؤية تنموية كبيرة لسيناء ترجمة نانسي قنقر